اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان مملكة البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تتبنى القيم والاهداف النبيلة التي تدعو الى تحقيق التنمية بين الشعوب ايمانا منها بان الاسهام في نهضة الانسانية مسئولية يتشارك في صياغتها الجميع وقال سموه ان بناء عالم امن يحقق التعايش المشترك بين شعوبه يحتاج الى مزيد من تضافر الجهود الدولية والعمل بشكل مستمر من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة باعتبارها وسيلة لخير البشرية جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع اليوم سيد شيل ماجني بوندفيك رئيس وزراء مملكة النرويج السابق رئيس مركز اوسلو للديمقراطية والسلام وحقوق الانسان وسيد عامر الشيخ رئيس مؤسسة الحوار من اجل السلام رئيس جماعة الرابع عشر من اغسطس النرويجية الذين يقومان بزيارة حاليا الى مملكة البحرين وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه الزيارة التي من شأنها ان تسهم في توثيق مجالات التعاون الذي يعزز من منظومة العمل الجماعي تجاه كل ما يخدم قضايا التنمية والسلام في مختلف انحاء العالم واكد سموه ان العالم والمنطقة تمر بالعديد من التحديات التي تركت تداعيات سلبية على جهود الدول وخططها في مجال التنمية المستدامة وان التعامل مع هذه التحديات يحتاج الى ارادة دولية قوية تقوم على تعزيز القواسم الانسانية المشتركة التي تحض على السلام والتعايش الايجابي والبناء واشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها مركز اوسلو للديمقراطية والسلام وحقوق الانسان ومؤسسة الحوار من اجل السلام نحو توثيق التقارب والتفاهم في كل ما من شأنه ان يدعم الجهود الدولية في مجال التنمية المستدامة من جانبه اشاد السيد شيل ماغني بونفك رئيس وزراء مملكة النرويج السابق رئيس مركز اوسلو للديمقراطية والسلام وحقوق الانسان بما يبذله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اجل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومن قبلها جهود سموه الواضحة في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية وقال ان سموه شخصية دولية مرموقة لها رؤيتها العميقة وبصماتها الواضحة في دفع مسيرة العمل الدولي المشترك في مجال التنمية المستدامة عبر ما يتبناه سموه من مواقف غايتها الارتقاء بالاوضاع الانسانية لجميع الشعوب واعرب عن اعجابه بما اطلع عليه من مظاهر النهضة والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين في جميع القطاعات وما وصلت اليه من مستويات متقدمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة مرحبا بالتعاون مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمشاركة في منتدى البحرين الدولي الذي يعقد بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر من ناحيته عبر السيد عامر الشيخ رئيس مؤسسة الحوار من اجل السلام ورئيس جماعة الرابع عشر من اغسطس النرويجية عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدا انه استمع من سموه الى تحليل عميق وقراءة واقعية لمجمل التحديات التي تواجه مسيرة المجتمع الدولي في مجال التنمية المستدامة والسبل الكفيلة باقرار السلام والامن والاستقرار في العالم واشاد بمبادرات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التي تدعم تحقيق اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والدولي والتي من بينها تخصيص سموه لجائزة دولية تدعم الجهود الفردية والمؤسسية لتحقيق هذه الاهداف معربا عن ترحيب مؤسسة الحوار من اجل السلام وجمعية الرابع عشر من اغسطس النرويجية بالتعاون مع جائزة خليفة بن سلمان لتنمية المستدامة لتحقيق اهدافها على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر